هذه ألعاب صدرت مؤخراً بالترجمة العربية وهذه ألعاب صدرت بالدبلجة العربية وهذه ألعاب صدرت بدون أي تعريب على الإطلاق مين يتخذ قرار تعريب الألعاب؟ ليش بعض السلاسل الألعاب ما حصرت على تعريب إطلاقاً؟ وليش بعض السلاسل تم تعريبها في مرحلة ما ثم ألغي التعريب في إصارات لاحقة؟ إجابة كل هذا وأكثر في حلقتنا الجديدة من ملقات سرية اللغة عامل مهم للاستمتاع بالألعاب خصوصاً أن القصة تعتبر من أهم أناصر اللعبة ومن أبسط حقوق اللاعبين حول العالم الحصول على ترجمة للغتهم الأصلية للألعاب اللي يلعبونها ومن فترة طويلة جداً وسوق الألعاب العالمي يقدم عدة خيارات للغة اشتهرت منها الإنجليزية والألمانية والفرنسية والأسبانية أما بالنسبة للعربي كان في محاولات بسيطة من وقت الثاني لكن البداية الحقيقية لتعريب الألعاب على مقاييس حقيقية عالية كانت لعبة فيفا 12 واللي حصلت على تعليق من المعلق الشهير عصام الشوالي وتعريب كامل للقوائم والنصوص ومن يومها وإحنا نشوف شركات أكثر تعرب ألعابها بشكل مستمر لكن إيش اللي خلاهم يقررون يعربون ألعابهم من الأساس بعد تجاهلوا اللغة العربية لسنوات طويلة هل لأن أحد المشاهير سوى فيديو يوتيوب أو نزل تغريدة على تويتر وطلب جماهيرة تسوي إلى ريتويت عشان يتم تعريب اللعبة؟ أبداً القرار ما يتخذ بهذا الشكل والحملات اللي تصير بمواقع التواصل الاجتماعي لا تعد أكثر من لفت انتباه فقط قرار تعريب الألعاب بالنسبة للشركات هو قرار تجاري بحت وفي النهاية شركات الألعاب مثلها مثل باقي الشركات في القطاعات بأنواعها المختلفة هدفها الرئيسي الربح لذلك قرار تعريب الألعاب غالباً يكون الغاية منه أحد أمرين الأول هو العائد على الاستثمار أو كما يقال ROI واللي تعني Return on Investment ومن خلالها تطمح الشركة من استثمار مبلغ التعريب وثم تحصيل إرادات أكثر من بعدها أما الغاية الثانية فهي توسعة قاعدة اللاعبين أو Expand Player Base وفي هالحالة يكون هدف الشركة توسعة قاعدة مستخدمينها حتى لو ما كان فيه إرادات معوضة على الزمن القريب المثال اللي ذكرناه في بداية الفيديو وهو فيفا يعتبر أهم تجربة صارت في تاريخ الشرق الأوسط وضاعفت مبيعات السلسلة إلى خمس أضعاف خلال فترة قصيرة نسبياً وفيفا الآن تعتبر اللعبة الأكثر شهرة ومبيعاً في تاريخ الشرق الأوسط الشركات كلها محلياً بدأت تدرس هذه التجربة وتحاول تحقق نجاحات مشابهة مع ألعابها الأخرى الآن بنتكلم عن شيء مهم هو كيف ينبع هذا القرار الخاص بالتعريب وعشان نجاوبه لازم نفهم الأساس اللي تبنى عليه هذه القرارات زي ما تعرفون في عالم الألعاب عندنا الشركات الناشرة مثل EA وكابكم ويوبيسوفت وغيرها وفي المقابل عندنا استوديوهات التطوير مثل نوتي دوغ وبليغراوند جيمز وفوروم سوفتوير وغيرها بالعادة والرائج هو أن الناشر يعطي المطور ويحدد له ميزانية خاصة بالترجمة والدبلجة أو المسمى العام ومنها المطور يتخذ القرار في كيفية صرف هذه الميزانية باللي يتناسب مع لعبتها لكن بعض الأحيان الناشر هو بنفسه يقوم بالمهمة ولا يعطي الصراحية للمطور الآن يجي دور الموزع المحلي أو فريق التسويق والعلاقات العامة اللي يمثل الشركة في الشرق الأوسط بداية اتخاذ قرار التعريب اللعبة يكون عن طريق تقديم دراسة سريعة لفريق التطوير أو الناشر تشرح كيف إضافة اللغة العربية ممكن تساعد في زيادة مبيعات اللعبة الناشر أو المطور إذا اقتنح بالطرح والأرقام غالباً راح يوافق ويقرر تضمين اللغة العربية في لعبة القادمة الآن نشرح لكم موضوع الأرقام والعائد على الاستثمار الموزع المحلي الخاص باللعبة بالآد يقدم توقعاته لمبيعات اللعبة فمثلاً يقول اللعبة الفلانية متوقع أنها تحقق مبيعات تقدر بـ 30 ألف نصخة في منطقة الشرق الأوسط الآن لو الموزع اقترح للمطور أو الناشر تعريب اللعبة لمنطقتنا لازم أيضاً يعطي توقعات للمبيعات الإضافية الناتجة عن التعريب بناء على الأرقام المقدمة بيتخذ الناشر قراره من تعريب اللعبة من عدمه فممكن مثلاً يقول للناشر أن بعد التعريب بترتفع المبيعات بنسبة 50% وتصل إلى 45 ألف نصخة وزي ما ذكرنا سابقاً خصوصاً إذا كان ناشر كبير ممكن يقتنع بمسألة التعريب لتوسع قاعدة مستخدميه بغض النظر عن الارتفاع المتوقع بالمبيعات لكن كم يكلف تعريب الألعاب فعلياً؟ رح نعطيكم بعض الأرقام في هذا الفيديو القريبة جداً من النتائج الواقعية تعريب اللعبة ينقسم بالعادة إلى ثلاث أقسام رئيسية تكلفة ترجمة الحوارات لنعبة ما تصل إلى ما يقارب 70 ألف دولار هذا الرقم بيعتمد بشكل رئيسي على كمية الحوارات في اللعبة تكلفة ترجمة القوائم بالعادة تكون تقريباً 50% من تكلفة ترجمة الحوارات بالتالي هنا بتكون 50% من 70 ألف دولار يعني 35 ألف دولار كذا وصل مجموعة عندنا 105 ألف دولار تقريباً لتعريب الحوارات والقوائم في المقابل الدبلجة تعتبر الأكثر كلفة بين جميع أنواع التعريب وتكلف 300 إلى 400% من قيمة ترجمة الحوارات أحد الأمثلة من الألعاب اللي صدرت مؤخراً كلف ترجمة حواراتها وقوائمها ما يقارب 100 ألف دولار بينما كلف تبلجتها 350 ألف دولار إضافية هذه مشكلة التكاليف الخاصة بالتعريب محرك اللعبة المستخدم بكل أثر في تكاليف التعريب بعض المحركات الشهيرة تدعم اللغة العربية بشكل مدمج مثل محركي Unreal Engine و Unity بعض المحركات الأخرى ما فيها دعم لغة عربية وبالتالي المطور رح يضطر يضيف عدة ساعات إضافية من التطوير لتجهيز المحرك للغة العربية وهذا بيؤدي لي تكاليف تطوير إضافية ونزيد أخيراً تكلفة حقوق استخدام بعض الخطوط العربية التجارية وهالشي بحد ذاته ممكن يكلف 30 إلى 40 ألف دولار الآن السؤال المهم هو ليش بيتجه بعض المطورين لعدم ترجمة ألعابهم هذا السؤال ما له جواب مباشر لكن ممكن نوضح عدة أسباب مؤثرة أولاً تجارب سابقة سيئة في بعض سلاسل الألعاب لاحظنا حصولها على ترجمة مؤخراً فمثلاً لعبة Resident Evil 7 تم ترجمتها للعربية بينما اللعبة اللي بعدها واللي هي كانت Resident Evil 2 ما حصلت على ترجمة عربية رغم أننا ما نعرف الأسباب الحقيقية لهالشي لكن احتمال كبير أن الجزء السابع ما حقق عوائد الاستثمار اللي كانت متوقعتها كابكوم في بعض نواع الألعاب مثل ال RPG واللي يندرج تحتها Final Fantasy و Dragon Quest وغيرها طبعاً هذه الألعاب تكلفة ترجمتها أكثر بكثير من ألعاب الأكشن بسبب هو الفرق الهائل في كمية النصوص بينهم شركات الألعاب ما تتحمس ترجم هذا النوع من الألعاب بسبب التكلفة العالية والعوائد القليلة المتوقعة في عندنا أسباب أخرى لعدم رغبة بعض الشركات لترجمة ألعابها لما الشركة تضيف اللغة العربية ما يعني أن جميع المستخدمين بيستخدمون اللغة العربية تقدر نسبة تفعيل اللغة العربية في الألعاب في منطقتنا بمعدل 70% تقريباً خصوصاً في دول السعودية والبحرين وعمان وتعتبر هذه الدول الأعلى في استخدام اللغة العربية بينما بعض الدول الأخرى نسبة التفعيل فيها سيئة جداً مثال الكويت بس لما نقارن بالدول الأخرى نشوف أن نسبة التفعيل اللي عندنا أضعف بشكل ملحوظ من باقي العالم رغم أن 70% ممكن تبدو للبعض أنها رقم كبير فمثلاً نسبة التفعيل الألمانية في ألمانيا والإيطالية في إيطاليا تصل إلى ما يقارب 92% بينما نسبة تفعيل اللغة اليابانية في اليابان للألعاب الغربية يصل إلى 98 إلى 99% طبعاً في سبب أخير لعدم ترجمة الألعاب للغة العربية وهو من الأسباب النادرة جداً لكن من الأمثلة الحديثة لعبة God of War اللي منعت في السعودية مبدئياً وأيضاً لعبة Red Dead Redemption الشركتين غالباً كانوا يتوقعون أن اللعبة بتمنع في المنطقة فقالوا ما يحتاج أننا نعربها من الأساس الآن بنتكلم عن الدبلج الصوتية كثير شركات تبتعد عن الدبلج الصوتية بسبب تكاليفها العالية جداً مقارنة بالترجمة وبالتالي عدم القدرة على تحقيق قوائد تغطي التكلفة الإضافية وللأسف في منطقة الشرق الأوسط هذه التكاليف تكون أعلى كمثال أحد الألعاب الحديثة تم تسعير مشروع دبلجتها وترجمتها الكاملة بمليون دولار هذا الرقم كان أعلى من تكلفة الدبلجة والترجمة لنفس اللعبة في باقي اللغات العالمية المعتمدة لها في أكثر من سبب لهذا الأمر منها قلة الاستوديوات الخاصة بالدبلجة في منطقتنا وانشغالها في مشاريع أخرى وأيضاً استسخاف مشاريع ألعاب الفيديو من الاستوديوهات نفسها والممثلين الصوتيين وكونها تتطلب ساعات عمل أطول بكثير مقارنة بالمشاريع الأخرى بس بشكل عام التوجه لعدم الدبلجة والاكتفاء بالترجمة شكله بيزيد عالمياً والسبب أمثلة أخيرة مثل لعبة Red Dead Redemption 2 اللي ما حصلت إلا على أصوات إنجليزية مع ترجمة بلغات متعددة وحققت مبيعات عالية جداً في النهاية المطور بيسأل نفسه كم نسخة إضافية ممكن نبيع لو ضفنا ترجمة وكم نسخة إضافية ممكن نبيع لو ضفنا دبلجة إذا الفرق ما يسوى ما راح يتعب نفسه بالدبلجة سؤال مهم أخير يخص الدبلجة خصوصاً في منطقتنا وهو ليش أحياناً نشوف ألعاب مدبلجة باللهجة المصرية وأحياناً باللبنانية وأحياناً فصها هذا السؤال آخر ما بيكون لإجابة مباشرة بعض الأحيان يكون هذا توجه فني مقترح من الفريق المحلي مثل كيف أن المسلسلات التركية تترجم باللهجة السورية أو أفلام ديزني تدبلج بالمصري فمثلاً لعبة جاست كوز تم ترجمتها باللبناني لأن أحداثها في أمريكا الجنوبية وتم ربطها بدبلجة المسلسلات التلفزيونية القديمة بهذا الشكل مثل المسلسلات المكسيكية القديمة بعض الأحيان يكون القرار مبني على استفتاء معينة من الجماهير كمثال أحد الشركات ذكر لي أنه خلال استفتاء مع بعض الجماهير ذكروا لهم أن الدبلجة للفصحة خلت اللعبة جدية أكثر من اللازم نقدر نقارن هذا مع لكنات اللغة الإنجليزية فمثلاً نلاحظ الأعمال التاريخية تتجه لاستخدام لكنات من سكوتلندا أو إيرلندا أو بريطانيا بشكل عام بينما الأعمال العصرية يستخدم فيها ممثلين صوت من أمريكا ورغم أن الاقتراح يجي من الفريق المحلي القرار بالنهاية للمطور والناشر بنفسه في نهاية الحلقة نذكر ونقول أن بعض الأحيان ما في قوانين ثابتة تحكم هذه القرارات والأمر قد يختلف ما بين شركة وأخرى لكن حاولنا نوضح قدر الإمكان العناصر التي تدخل في اتخاذ هذه القرارات والتي تأثر عليها بشكل مباشر وبكذا أنهينا حلقتنا الحالية والملفات السرية الحلقة كان خلفها وقت طويل من البحث والتحقق وإذا عجبتكم يسعدنا جداً تعطونا لايك للفيديو وأيضاً تشتركونا بقناتنا كان معكم محمد لبسيمي من ترو جيمينج وأشوفكم بإذن الله في فيديو قادم مع السلامة ترجمة نانسي قنقر